كثير يتساءل بخصوص القروض اللي يحصل عليها هل فيها ريبا أم لا الله ما عندي صفة بش نفتي يعني لا لا بالفعل ما عندي صفة مادم كائن قرض إسلامي لا ليس قرض إسلامي نتكلمش على قرض بخصوص القروض الأخرى اللي تقدم من طرف البنوك لتمول مشاريع هذا يتساءل كثير من المواطنين هل فيها نسبة معينة من الريبا أم لا أم أنتم تكفلوا ربما بدفع نسبة الفائدة هو القرض اللي يديه الشاب را هو مع فيه من الفائدة 100% يعني ما فيه شريبة ما فيه شريبة قرض البنك والله قرض الوكال هم مع فيه منه 100% وهذه ما توجد فيه أي دولة في العالم مكان يمد Bang metropolitan الشاب بيديه قرض بدون فائدة يدم ميات مليون يرجع ميات مليون يدم مليار يرجع مليار يعني ما كان حتى فائدة الفائدة هذه متكفلة بها الدولة دولة تحمل بسؤلية